موسيقى موسيقى الكتاب نافذة نطلع من خلالها على العالم إذ تعتبر قراءة الكتب من المحركات الرئيسة والأساسية لنهضة مختلف الشعوب والحضارات وتقافات الأرض ويهتم العديد من الأفراد من مختلف الأصول والبلدان والثقافات بممارسة القراءة حيث تقيم عددا من الدول العديد من المبادرات والأحداث المختلفة التي تعمل على تحفيز الآخرين على القراءة ولعل واحدا من أهم هذه الأحداث هو ما تشهده العاصمة السعودية من تظاهرة تقافية معرض الرياض الدولي للكتاب والذي جاء هذا العام تحت شعار الكتاب ذاكرة لا تشيخ برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وبتنظيم وزارة الإعلام نحتافل الليلة بافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب في هذه الدورة الجديدة ليكون إضافة مميزة ونوعية للعمل التقافي في المملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من مليون ومئتي ألف عنوان من دول عربية وعالمية وصديقة ومن خيال أكثر من خمسمائة دار نشر إلى جانب الأجنحة الرسمية لعدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المهتمة بالثقافة والفكر في تظاهرة ثقافية وحضارية كبرى لمملكة الحبيبة نحقق من خلالها الرسالة النوعية لشعار هذا المعرض الكتاب ذاكرة لا تشيخ ويسرني بهذه المناسبة أن أرفع باسم الثقافة والمعرفة والعلم أصدق شكري وتقديري إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه نظير رعايته الكريمة لفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب الذي ينعقد هذه الأيام استمرارا لجهود بلادنا الكريمة في دعم الثقافة والعلم والمعرفة وقد حقق هذا المعرض في سنواته الماضية تراكما من العمل والإنجاز بفضل روابه والعاملين السابقين فيه قامت من خلاله وزارة الثقافة والإعلام بدعمه برامجه وأطره التنظيمية ويأتي المعرض في هذه الدورة بحلة قشيبة وأطر تنظيمية اجتهدت الوزارة في ذلك لترفع من مستوى الأداء وقد عملت في جميع قطاعاتها ولجانها لإطلاق حزمة من آليات العمل النوعية من آليات العمل النوعية لدعم خدمة الثقافة والمثقفين ودعم المؤلف والناشر وكان التركيز نوعيا على تيسير عملية تيداول المعرفة سواء بصيغتها المنبرية في البرنامج الثقافي أو عن طريق التسويق في رضاهات المعرض أو بصيغتها البصرية والسمية من خلال المواكبة لفعاليات المعرض بمجموعة من معارض الصور وغير ذلك أو بصيغتها الإعلامية من خلال وسائل التواصل المختلفة أحييكم في معرض الرياض الدولي للكتاب 2016 هذه الاحتفالية السنوية التي تشرف في عامها العاشر منذ انتقالها لوزارة الثقافة والإعلام بالرعاية الملكية الكريمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله القائد المثقف والزعيم القارئ مليك الحزم والحكمة والعلم هذه المناسبة المضيئة بنور العلم والمعرفة المناسبة التي يترقبها المثقفون والأدباء والباحثون والناشرون وطلاب العلم والمعرفة وصناع النشر وجميع فئات المجتمع للتواصل مع الكتاب وعوالمه المختلفة والالتقاء بالكتاب والمؤلفين ومتابعة الفعاليات من محاضرات وندوات وورش عمل ومعارض وفعاليات للأسرة والطفل وحفلات توقيع الكتاب معرض الرياض الدولي للكتاب 2016 يحضر في دورته الحالية متمثلاً ثيمة الذاكرة العميقة متجسدةً في شعاره لهذا العام الكتاب ذاكرة لا تشيخ إيماناً من الوزارة ومن القائمين على المعرض بأهمية الكتاب وأدواره الكبرى في حفظ وتوثيق العلوم والمعارف كذاكرة كبرى للإنسانية حفظت تاريخها وثقافتها وحضارتها وعلومها وفنونها على مر العصور وعلى هذا السياق تشكلت الهوية المكانية البصرية للمعرض حيث تمثلت وسط الرياض التاريخي هوية المعرض في دورته الحالية مستلهمةً تلك الرمزية العميقة البليغة للرياض المدينة والمكان والذاكرة والهوية والرمز والمعنى أصحاب السمو والمعالي والسعادة الأخوة والأخوات الحضور لقد حرصت وزارة الثقافة والإعلام بمختلف أذرعها التنفيذية على التجهيز والعمل لهذا المعرض حيث بدأت بعض اللجان عملها منذ عدة أشهر رغبةً في تحقيق النجاح والاستمرار في ذلك عاماً بعد عام أنا بيقصر لكم ها هين قصة معرض الكتاب وبعلمكم من اللي صح ومن اللي خفا بس انتم يعياني وانتم تكلمون عن معرض الكتاب وجاتوني بالذكريات إلى الكتاب ومعرض الكتاب هنا في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية العاصمة اللي تهتم بالثقافة وتهتم بالإنسان عشاق الثقافة على موعد مع موسم المعرفة والأدب والفكر في أكبر تظاهرة تهتم بالكتاب أقصد معرض الرياض الدولي للكتاب واللي يقام في الشهر الثالث من كل سنة ميلادية اللي هو شهر مارس ويلتقي أكثر من مليون زال من المنهقفين والباحثين والناشرين من كل بلدان العالم وعلى مدى عشرة أيام في أجلحة المعرض وفي أقسامه تمتزج آلاف العناوين من الكتب 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 يا أياني اللي تعتبر خلاصة التجارب وعصارة الأفكار من مختلف الثقافات تحرص وزارة الثقافة والإعلام أن يظهر المعرض كل عام بشكل مميز يرضي جميع الأطراف بمختلف توجهاتها الفكرية والثقافية كما تقوم الوزارة أيضا بتنظيم مبادرات وأمسيات ثقافية تسهم في إثراء المعرض وجعل ليالي الرياض تنبض بالثقافة والفكر فكان ضمن المعرض هذا العام مبادرة من مجموعة من الأطفال يشاركونا بأوبريت يدعم جنودنا البواسل موسيقى بلي كف الطمية موسيقى صف سف و tap نصف اليometري ت recom نسلاح وجنود ما نفتلق ما نفتلق واللي ما يعرف عرف ما نفتلق ما نفتلق واللي ما يعرف عرف بعدين اقتالا للحزود ألف شكر الله ما نفتلق وكفتك بالحب معنا ما نفتلق عبك دامنا قلبك سكن سل معك قلبك قلبك معرض الرياض الدولي للكتاب مناسبة يترقبها المثقفون والأدباء والباحثون والناشرون وطلاب العلم والمعرفة وصناع النشر وجميع فئات المجتمع للتواصل مع الكتاب وعوالمه المختلفة والاتصال بالكتاب والمؤلفين من كل أنحاء العالم كان ضيف شرف معرض الكتاب لهذا العام دولة اليونان التي افتتحت المعرض بفيلم ترويجي عن تاريخ اليونان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة 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 وهذا طبعا خفض من درجة الطلب بحيث أنه اتسع المعرض لعدد أكبر لكن بالتأكيد ليس بالقدر اللي يطمح لها الناشرين لأن عدد الطلبات أكبر بكثير من إمكانيات المعرض من أبرز المشاركين في معرض الرياض الدولي للكتاب في النسخة الحالية جمعيات توعوية وخيرية وجهات حكومية كان من ضمنها مشاركة جمعية الفنون ومؤسسة العنود الخيرية ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الحقيقة مشاركتنا في معرض الكتاب هذا العام ككل مشاركتنا كل سنة لإطلاق إصدارات مبادرة المؤلف الشاب وهي مبادرة يطلقها المركز سنويا تعنى بمؤلفات المؤلفين الشباب المركز يقوم بطباعتها واستخراج الفسوح قبل ذلك لها وتصميمها ومساعدتهم بكل الخدمات اللوجستية حتى خروجها للقارئ ومن ثم تسويقها لصالح المؤلف مجانا الحقيقة هذه المشاركة الرابعة منذ البداية المركز حريص أنه يتواجد في معرض الكتاب في هذه التظاهر الثقافية حتى يتمكن من الوصول لأكبر شريحة من الشباب وبالتالي أيضا الوصول مبادرة المؤلف الشاب لأكبر شريحة ليستجد أنه في مساء هذا اليوم على هامش المعرض كرمنا الفائزين بمبادرة المؤلف الشاب بالإضافة إلى أنه السنة هذه أطلقنا إحدى مبادرات المؤلف الشاب اللي هي مبادرة ورشة الكتابة وهو كتاب مأخوذ من ثلاث لغات عربي إنجليزي فرنسي الهدف منه تطوير قدرات المؤلفين الشباب ووضع اللبنات الأولى لمؤلفاتهم إذا راغبوا في التأليف مستقبلا المركز الملك يصل البحوث والدراسات الإسلامية يشارك في معرض نياض الرياض الدولي لهذا العام لعرض ما لديه من كتب وأصدارات وأعمال علمية طبعا هي أعمال علمية التي تتجاوز عددها 280 عمل علمي منوعة بين تحقيق التراث والإصدارات العامة وكتب التاريخ والأدب أيضا يحوي جناح مركز الملك فيصل البحوث والدراسات الإسلامية على نسخة اللي هي نسخة كليلة ودملة اللي هي المخطوطة الخاصة للملك فيصل وهذه النسخة تعتبر النسخة الثانية بعد النسخة اللي موجودة في باريس نعم وأيضا يعرض جناح المركز مراحل ترميم المخطوطات وإعادتها السنة هذه صدر عندنا مجلة الفيصل بشكلها الجديد بإضافة كتاب جدد مشاركتها في معرض الكتاب للتعريف بأنشطة المؤسسة وبرامجها الرعوية التي ترعاها على مدار العام وصية الأميرة العنود الوصية مثل ما تعرف كاتبتها وعمرها 37 سنة الآن وصية لها 50 سنة من بنود الوصية أن إنشاءت المؤسسة عليها من تعليق القرب الماء الطعام على الفقراء والمساكين بناء المساجد فالوصية بانية على المؤسسة تشارك جمعية الثقافة الوفنون في هذا العام وهذا أول تعاون تقريبا في معرض الكتاب 2016 وهو إضافة الفن التشكيلي والتصوير الضوئي إلى فعاليات معرض الكتاب بحيث الحضور يتمتعون بمشاهدة العمل الفني والصورة الفوتوغرافية بطريقة مميزة وخاصة أن هذه السنة اختير موضوع الحزم وعاصفة الحزم فبالشراكة مع الوزارة الثقافة والإعلام ووكالة الوزارة الشؤون الثقافية تم اختيار ريشة الحزم وعدسة الحزم وتواصلنا مع الفنانين واعلننا ووضعنا موقع اكتروني بحيث يسهل على المشاركين الدخول والتسجيل ورفع عمالهم وبالتالي تكويل لجنة بعد ذلك لاختيار هذه العامة شارك أكثر من 250 فنان تقريبا وهاوي في مجالين احتوى معرض الرياض الدولي للكتاب في نسخته الحالية على برنامجا ثقافيا تناول عددا من المواضيع الثقافية والبحثية وكان من أبرزها برنامج ذاكرة الدبلوماسية الذي تناول طرح أوراق من الأمير سعود الفيصل رحمه الله بداية أود أن أشكر معالي وزير الإعلام والثقافة دكتور عادل طريفي على دعوة المشاركة في مثل هذا اللقاء الهام والفعاليات الثقافية الكبيرة التي تقام ضمن إقامة المعرض الرياض الدولي للكتاب ومن ضمن هذه الفعاليات هي ندوة أو محاضرة عن الأمير سعود الفيصل رحمه الله وذاكرة دبلوماسية وحياته التي أفنعها في خدمة دينه ووطني ومليكه وشعبي بطبيعة الحال كان الحديث يتركز عن دور سموه رحمه الله في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ومواقف من الأحداث والتطورات التي عاشتها المنطقة خصوصاً وأنه عايش كثير من الأحداث والتطورات والأزمات والكوارث فكان وزيراً للدولة وثم وزيراً للخارجية لمدة ما يقارب من أربعين عاماً كان لحقيقة شرف العمل تحت إشراف وتوجيهاته وتوصياته لمدة ما يقارب من ثلاثين عاماً وهذا بدأ دون شك مدة ليست بالقصيرة استفت منها الكثير في عملي وفي محيط اهتماماتي وتخصصي ومهامي بطبيعة الحال الأمير السعود الفيصل رحمه الله يعتبر مدرسة مدرسة كبيرة رجل ملم وذو ذكاء وإلمام واسع وثقافة واسعة وإدراك بمستجدات الأحداث وتطوراتها ولها رؤية همة جداً وهي كيف أن نحقق طموحات وتطلعات أبناء وطننا العربي والإسلام حمل معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية العديد من الأسرار والرسائل تبدأ من أرضية المعرض وحتى سقفه الممتد بالثقافة والمعرفة حيث شاهد الزوار الرياض التي أحبوها في ماضيها الجميل في صورة تبنتها إدارة المعرض في جعل المعرض يحاكي رياض العز والأجداد فبين الارتباط بالماضي والتطلع إلى المستقبل جاء تناغم المشاركين في معرض الكتاب من خلال برنامجاً خاصاً وندوة عن تجارب شبابية يستعرضون تجاربهم في الكتابة والتأليف والله ما شاء الله المعرض هذه السنة ترتيب غير عن ترتيب السنة اللي راحت كل شيء منظم كل شيء واضح حتى المنظمين متساعدين ومتساهين مرة ما شاء الله أنا شاركت بندوة مع الأستاذ محمد الزيلعي كانت بعنوان التجارب الشبابية بين القيمة والاستهلاك الأدب الشباب بين القيمة والاستهلاك كانت تتكلم عن القيمة بالأدب النخبوي والاستهلاك بين الشباب الجديد بالكتابة والأدب الجديد تجربتي كانت تجربة ناجحة الحمد لله روايتي وصلت 15 طبعاً في أقل من سنة تتكلم روايتي عن هي رواية اجتماعية درامية تتكلم عن بيئة معينة لم يصلت عليها الضوء لأن أنا تكلمت كثير عن وصفت كثير البنت اللي موجودة بالرواية فكان أبرز ما يفيها هي عيونها فحاولت أبحث عن عنوان يعني يشد الانتباه بنفس الوقت ملفت وعجبني الاقتباس من الآية القرآنية قابقوا سيناء وأدنى في زورة الناس أنا ألفت ثلاث كتب الكتاب الأول كان عام 2009 كتاب حنجرة المكهلة والكتاب الثاني عام 2010 شاقة باب والكتاب الأخير عام 2014 بسبت كحول قامت هذه الورشة أساساً من تجربة شخصية أنا مريت فيها التجربة كانت فاشلة بمعن الكلمة من أي ناحية جيد ناحية أن أنا كنت أشتري كتب وأخليها الكتب بالبيت وما أقرعها ما كان عندي وعي كافي بالقراءة فبعد الطلاع وبعد الدراسة لهذا الموضوع وتورطي في الكثير من الكتب اللي صارت موجودة عندي على الأرفف دون قراءة قررت أن أنا أساعد غيري يعني ساعدت نفسي أني أتخلص من هذه المشكلة وأساعد غيري بكيفية قناء الكتب وعي المقتني يجب على القارئ أن يكون لديه وعي كافي بما يقرأ استطاع معرض الرياض الدولي للكتاب أن يجتذب مئات الأطفال لارتياده والإقبال عليه في شغف وحب من خلال تقديم العديد من الأنشطة الثقافية المحببة للأطفال في المعرض بمشاركة جمعية رعاية الطفولة اتضمن البرنامج عروضا مسرحية وسينمائية وفنونا شعبية ومعارض للفنون التشكيلية مشاركتنا هذا العام تأتي ليحصد الطفل فيها نتيجة ما سبق أن تعلم مع المكتب في العام الماضي كانت رحلة كتاب تعتبر حلقة الأولى من دفع الطفل للإنتاج والإبداع والابتكار هذه السنة عنوانها أنا المؤلف وفيها عيش الطفل تجربة التأليف كاملة فيطلع على خطوات التأليف عدة خطوات اختصرناها بطريقة مبسطة بخمس خطوات ويختار فيها بعد ذلك أحد العناوين المقترحة الموجودة على البسترات بالخلف عن الصداقة وعن الأسرة وعن الحيوان الأليف وعن المدرسة وهذه المواضيع تقريبا هي التي هم الطفل في المرحلة العمرية المستهدفة بعدها يذهب إلى ورشة العمل حيث يقوم بتأليف كتابه الأول يكتب عليه الاسم وفي نفس الوقت يأخذه معاه البيت لو حاب يترك عندنا نسخة من الكتاب كذلك ممكن يترك معنا نسخة ويأخذ نسخة أخرى في الواقع جناح الطفل هو عبارة عن منطقة لاستراحة الأطفال أو الأمهات خلال تجول الآباء في المعرض فيه حوالي سبع جهات تقدم البرامج الحقيقة تجربة ميسك عندها تجربة متميزة لكني ما قدر أدخل في تفاصيل هنا أعتقد أنه ممكن هم يشرحونها أكثر هم عندهم الحقيقة مجموعة من الخيارات المتعلقة بالأطفال ميسك لها مساهمة نوعية في المعرض هذا بالذات بالإضافة إلى مشاركتها بقاعتين في جناح الطفل هي مشاركة أيضا بقاعة خاصة لورش العمل مع دعم للبرامج الثقافي بعدم فعاليات شبابية أيضا نظمتها جمعية ميسك ترجمة نانسي قنقر معرض الرياض الدولي للكتاب غدا بوابة حضارية عملاقة لا تستقطب القارئ والزائر فقط وإنما تخلق حالة من الثراء المعرفي وإغراء العديد من الشباب والشابات إلى الدخول في عالم الكتابة والتأليف بيتنا اليوم نقرأ للعديد من الأسماء الشابة التي لم تجد التحفيز للكتابة سوى وجود هذه المعارض والتي يجد المؤلف فيها منصة لعرض نتاجه الثقافي وبجانب الأسماء الشابة نجد الأسماء الكبيرة في التأليف حاضرة هي الأخرى من المؤلفين السعوديين المخضرمين طبعا كتابي عندما يعني بعد كتابي تعلمهم الذي كان يتحدث عن تجارب ناجحة للتعليم في دول العالم كنت أرى أن المعلم له دور أساسي كما نعلم أن الطالب والبيئة التعليمية والمنهج هي من أهم محاور العملية التعليمية لكني أرى أن المعلم خصوصا إذا أردت أن تصل إلى حلول سريعة يجب أن تركز على المعلم عندما كنت أتعلم كنا في مبنى من الطين ولم يكن هناك أي إمكانات والبيئة التعليمية تفتقر ربما لم يكن يوجد تكييف ولا يوجد أي مظاهر من المظاهر التي ممكن أن نتطلبها في البيئة المدرسية ولكن كان المعلم يقوم بدور كبير ويعوض كل ذلك من خلال الدراسة مسح اسمه مسح ثالث يتخصص بمواضيع لتعلق بالمعلمين وقادة المدارس في العشر دول الرئيسية في العالم سطعنا أن نسلط الضوء على أهم النقاط أهم المعالم والتي ربما يستفاد منها إن شاء الله هذا أعتقد ومن الميزة سواء في كتاب تعلمهم أو في الكتاب الحالي أن جميع المصادر مفتوحة وممكن الوصول ليها يعني ممكن أن يستفيد منها الطلبة في الدراسة في كلية التربية وممكن أن يستفيد منها حتى القارئة الغير المتخصص التعليم تراكمي النجاحات التي وصل إليها التعليم نجح فيها من قبلي والآن هناك من يقوم بدور كبير الواقع أن التعليم يسير مسيرة رائعة جدا في هذا الوطن نحن نتقدم على كثير من الدول العالم في التعليم وأنا سعيد بذلك وسعيد بما أراه من نجاحات مستمرة أعتقد هناك ناس أمضوا عشرات السنوات كوزراء لم يمضي إلى عشرة أشهر ولا أعتقد لدي الكثير أقدمه لكنني حريص جدا على أن أهتم بقضايا المتعلقة بالشباب سواء كانت في التعليم أو في غير التعليم هذا جزء بسيط نقوم به وهذا هو نهج القيادة القيادة تهتم وطننا وطن شاب ينهتم بأبنائنا وببناتنا وإذا لم نكن قريبين من أبنائنا وبناتنا ربما أن يكون هناك من هو أقرب منا لهم ولن نتح الفرصة لأحد أن يكون له ذلك بدون مجاملة كان من الطلبة من الطلبة النجباء والله العظيم يعني ما أقولها مجاملة في حضرته كان من الطلبة النجباء أبو خمس سنوات صار كأنه كان أبو سبع سنوات وكان يتابع واجباته ويتابع دروسه شوفوا تفضمها إلى اليوم هذا ما يدل على إخلاصه في الدراسة واجتهاده يوم كان عندي حفل توقيع بتوى النسبيك صادر عن دار العربية للعلوم ناشيرون وهو كتاب يقع في حوالي 250 صفحة مجموعة مقالات ونشرت في صفحات الرأي والصحف والمجلات السعودية والله يشوف محمد أنا فكرت في الكتاب وفكرت وأصريت على أنه يصدر في هذا التوقيت لأنه الشباب ما يتخيلوا معاناة بعض رموزهم وبعض كتابهم في فترة من الفترات يعني بالتسعينات كانت عندنا قضايا تختلف عن القضايانا بالألفية بعد الألفين وبعض القضايا متشابهة ولم تتحرك أبداً ولم يحدث فيها أي تغيير فأنا كنت حابة أظهر هذه المفارقات يعني حتى في الإهداء أنا كاتبة أنه إلى أبناء عام ألفين إلى أبناء هذا الجيل وما جاوره عندي صدر كمان مجموعة خصصية يسمى حلي وزن جبيل وإن شاء الله بتتوقع في معارض أخرى قادمة لم نوفق في عرضه للأسف في معارض الرياضي إن شاء الله مرة جاية كتاب هذا بدي أقول فيه للشباب اللي يولدي بعد عام ألفين شوفوا الزمن منصات التوقيع هي الأخرى شكلت حلقة وصل مميز بين الكاتب وقرائه على مختلف الأصعدة الكتاب والكاتبات المخضرمين يجدون في معرض الكتاب تظاهرة ثقافية تجمعهم بجمهورهم من القراء ومختلف الفئات العمرية وتشكل كذلك فرصة لتعريف القراء بالكتاب المبتدئين كتاب يرفق بتوقيع كاتبه يشكل للعديد من القراء ذكرى لا تقدر بثمن ليبقى الكتاب بعد قراءته مميزا لدى قارئه والله الإقبال عليه مشرف جدا يعني يعطي صورة وفكرة حلوة عن الفكرة العام وتوجه الناس للقراءة خصوصا أنه كان فيه معرض الجد كان قريب بس فيه إقبال جيد جدا هذا الإصدار الثالث فكرته هو عبارة عن نصوص بس ما هي مجتمعة كلها يعني عفوا ما هي منفصلة كل نص مستقل عن الثاني لا قراءتها كلها بشكل مجمل تعطي الشخص إحساس أنه هو يقرأ قصة أو يقرأ رواية يعني الهدف منها كان الجمع لحفظ الحقوق إلى آخر رحلة كان الكتاب بدون عنوان هذا الإصدار الثالث طبعا وفي كل مرة كان العنوان آخر خطوة أتأخر فيه يعني بس هو يدول طبعا على الكتاب له علاقة بالكتاب هو الجزء الأول من مجموعة الإلاج بالمساج هو أساسا طبعا يعتمد على خارط باطن القدمين أنا أود الخريطة كانت معي بس ما هي موجودة الآن كن وراي هنا اللي هي طب الصيني في كتابي حرصت أنا أقيم دورات طبعا في خارج المملكة عندنا هنا قمت محاضرة عن طريق رعاية الشباب في العلم لكن دوراتي كلها خارجية في دول الخليج وبره فالدورة هذه شرحتها كلها وضعتها في DVD بحيث أنك بدل ما تسافر للخارج عشان تحضر دورة أو تحضر عندي دورة بالفين ثلاث ثلاث ريال للشخص أو عند غيري نفس السعر تقريبا تأخذ DVD هذا وتشغله عندك وتتعلم منه أهم فقرتين هو عبارة عن كتيب زاء DVD ثنين DVD وكتيب وخريطة اللي باطن القدم كاملة بحيث أنك أنا عبد العزيز المعالج عندك في البيت أي فقرة تفوتك أفضل من الدورة أنك تقدر تعيد المقطع في فقرتين أهم فقرتين فيه نقدر نقولها بالنسبة للعلم يعني اللي هي كيفية المساج كيف أسوي المساج الفقرة الثانية طبعا كيف أسوي يعني الدهن أو ضغط بالأصبع أو عكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة شرح بالتفصيل والفقرة الثانية شرح للخريطة اللي تشوفها في القدمين دي القولون يطلع كذا رسمة قدم وتسرح لك القولون كذا المعدة كذا الغدة النخامية هنا الدماغ هنا شرح تفصيلي في فقرة للأطفال في فقرة للنساء في فقرة الكبار السن في فقرات عدة في نفس الكتاب عن الغذاء واختان الغذائية يعني بالأصح كيف الإنسان العربي يغير حياته للأفضل بإذن الله هذه المشاركة الأولى اللي الحمد لله يعني شاركت فيها في المعرض وأول معرض شاركت فيه هو معرض الرياض يعني الحمد لله الكتاب كانت فكرة هي عدة مقالات سلسلة مقالات رمضانية كنت أكتبها يوميا وأنشرها في البرامج التواصل ثم صارت الفكرة من المقالات إلى مسودة كتاب وبعد مسودة الكتاب الحمد لله يعني تأصل عندي أني خلاص يجب أن أخرجي يكون كتاب طبعا هذه المدة أخذت ما يقارب سنة ونص القيادة اليوسفية والمنظومة القيمية اللي أنا أبي أوصلها أن القائد القيمي في هذا المجتمع يتحمل أشياء لا يتحملها إنسان آخر لأن القيم التي قسمتها في الكتاب قيم ربانية وقيم شيطانية الحياة التي عاشها يوسف من بدايتها إلى نهايتها هي صراع قيمي ويوسف عليه السلام لما القائد يوسف لما سجن لما خرج من السجن لم ينتقم من مجتمعه بل قدم الغالي والنفيس من أجل أن ينقذ المجتمع الذي أضر به لم يفكر بالنزع الانتقامية أبدا كتابي ورق هو مجموعة قصصية لكنها مترابطة بوحدة بقصة واحدة هي أول شي كانت نصوص مفرقة يعني في نصوص وفي قصص فبالأخير جمعتهم مع بعض هو توقيع الكتب في معرض الرياض الدولي متاح للجميع في الأصل إنما له توقيت معين إذا انتهت توقيت يعني تنتهي فرصة التوقيع تلي سجلوا كلهم أخذوا فرصة التوقيع حنا اللي حاولنا نتعامل فيه مع الكتاب هو تحديد الأوقات يعني الكتاب اللي شعرنا أنهم جماهيريين مثل الدكتور عزام حاولنا أن نختارهم وقت يكون متأخر بحيث أنه يعني يكون بحضور جمهورة ويكون التمديد ممكن لأنه يبدأ من 8 إلى 9 المفروض فبعد 9 ما فيه توقيع فانت هذا تقدر تعطيه تمديد البقية حاولنا أن أوقاتهم تكون متناسبة لكن هو اختيار التوقيع اختيار الكاتب هو اختياره هو هو اللي يتقدم المعرض لا يختار أحد أو يحدد أحد عشان يوقع معارض الكتاب مواسم ثقافية وتجارية متكررة ومعرض الرياض الدولي للكتاب الاحتفالية الكبرى التي تدل على الوعي والشغف بالقراءة لدى المجتمع السعودي وإنها لغبطة للمجتمع أن يتوجه أفراده نحو الكتاب فهذا المعرض يقدم فرصة ذهبية لكل زائريه للاطلاع والتعلم والتصفح وزيارة عوالم مختلفة وأن يكون أبطال روايات وقصص ويكون الخصم والحكم ويذهب في رحلة إلى الماضي لمعرفة الحاضر والنهوض بالمستقبل ونختم بحكمة المتنبي وخير جليس في الزمان كتاب تسلو به إن خانك الأصحاب موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة